الزودي اللي تقدم بأحد المواكب الحسينية بموكب شباب البصرة أو موكب تجمع بصرة الحسين هو موكب خدمي لشباب البصرة في طريق النجف وكربلاء يقدم وجبة من سمك الزودي مع الرزوة المقبلات لزوار الإمام الحسين طبعا سفرة الإمام الحسين ممدودة مثل ما ذكرت من البصرة وصولا إلى كربلاء ومن الشمال وصولا إلى كربلاء هاي السفرة اللي تنوع بيها ما لذوة طاب أغلى أغلى أثمان الأكلات وأبسطها سواء كانت الأكلات السابقة قبل آلاف السنين اللي كانت تقدم للمسلمين في أيام الإمام الحسين لحد أحدث الأكلات منها طبعا يقدمون لحم البعير لحم الأغنام والماشية يعني مثل الأكلات المتعارف عليه أما السمك الزبيدي المتعارف عليه الكيلو مات يعني ما شاء الله نبدأ كالحساب وهي أحدى أيضا أنواع الكرم أنه مهما ارتفع أسعار الطعام فيرخص لأجل الفقراء في ذكرى الاستشهاد الإمام الحسين وإطعام الزوار وصولا إلى كربلاء بعد المشقة أكيد وهذه طريقة مسيرة أيام وأيام أكون من يمشي شهر كامل حسب المسافة أكون من يمشي ثلاثة أيام أو أسبوع أو أسبوعين يعني نحن نقول إن شاء الله بردنا وسلاما كل الطريق لحد ما يواصلون وزيارة مقبولة مقدمة يا رب إن شاء الله إذن مشاهدين الكرام مثل ما قال محمود الله يتقبل يعني من كل الزوار ويتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال وتنكتب أن هذه الزيارة بسجل العزاء والموالين أكيد من المليارات بكل دول العالم لمسيرة الإمام الحسين عليه السلام إذن مشاهدين الكرام من مواضيعنا الخاصة بالسوشال ميديا خذوا نحوكم لفاصل وعدنا تواصل وياكم